والله لطلعكم مساليخ أمام العراقيين وريد يصير شريف برأسي وشريف أمام العراقيين والله لسحك رأسه ورأسه الخلفة بالقندرة أدوس على رأسه بالنعل أيضا السيد محافظ صلاح الدين إسماعيل هلوب اتسل بي مشكورا بخصوص قطعة الأخت أسيل وسالفة الولياد رشيد الشذر اللي نزل فيديو هو شخصي إلى ويحشي أنه استهداف وتم الاستهداف وتم الكذا فسيد المحافظ صلاح الدين مشكورا الرد عليها قال أنا سأبعث على الطرفين وأشوف شلو الحقيقة وفعلا بعث على السيد أسيل وبعث على السيد رشيد ونقل إلي ما تم من حديث مع صاحبة القطعة ورشيد واتضح للسيد المحافظ أن هذه المرأة صاحبة حق وأن الملفات قد تم إخفاؤها بالبلدية وأنكر رشيد أنه قد تمت مساومتها ومضايقتها وادعى أنه يدافع عن المال العام عافيها المال العام والمدافعين عن المال العام وعافيها الوطن والمدعين بالوطنية وش كثر ناس لبسى الثوب الوطنية باسم هذا الوطن اللي مصخموا قامت تحت شمعلق وتيذي الصير الصير شرفاء وهم لا يعرفون للشرف حتى تعريف وليس سلوك يعني والله أنا من الردسول فكش في المغلوق أبو الولياد قريباً قريباً أشوفك وثيقة خاصة من اللي يوزع عشرين قطعة للدواش من اللي يوزع عشرين قطعة للدواش اللي مفتوح بيها الآن تحقيق بالاستخبارات مشكورين تابعوها والله لطلعكم مصاليخ أمام العراقيين ولكم الدواش اللي كتلوا أوسبوا دم العراقيين بصلاح الدين وبالأنبار وبالموصل أهلكم ولكم كلاب حقراء تطهم قطع عراضي تطهم قطع عراضي تعبالكم تنظام تعبالكم تنظام تنظام القطع اللي تطيها بره لمواطن وبالداخل تطي قطع البالداخل الطيكياء سعرها أربعين مليون ولكم الخارج خمس ملايين ولكم استحوا ولكم خجل مواني أنا صوت للعراقيين أنا ما أشتغل عد فلان وفلان أنا لا أؤتمر وأنفذ أنتم العبيد وكل عبد منكم قسم بدم كل عراقيين والله العظيم لفرحة وانتظر قدرك أنت ويا سيادة المحافظ على قرارات القضاء كما قلت أنت يجب أن تحترم مو قرارات رشيد الشذر هذه قطعة بها سند وبها قرار قضايا شلون سوتها منطقة خضراء شلون سوتها منطقة خضراء ليش زيان أنت شونت بالهطين القطعة إذا هي منطقة خضراء رشود ليش يتأخذها راح أتعد قضية أسيل وراح أجيك على مالاتك وحدة وحدة أنا ما أعرفك أقسم بذات الله وأقسم بكل حرف بالقرآن لا أعرفك ولا العلاقة بيك ولا أعرف السيدة المتصلة أمام الله وأمام التاريخ لكن اللي يتجاوز على حقوق العراقيين والفاسد والمتواطئ على الدم العراقي وريد يصير شريف برأسي وشريف أمام العراقيين والله لأصحق رأسه ورأسه الخلفة بالقندرة أدوس على رأسه بالنعل كافي كافي وين وصلنا من وراء هاي النماذج الحقيرة الدنيا السافلة ويجعني واحد قال لي متقصده أنت لقد قسوت عليه كثيرا لكم ماذا ولا مالرحمة ارحموا من فالأرض يرحمكم في السماء جمعت فلوس بقد السماء تحتفلون بكل مليار ولك إلما مو وراه قبر لك مو وراه حساب وراه وقفة قدام رب العالمين ولك أعمل عين أعمل عين تأخذني إياك شا تقل لي الله باتل من تقابل الله وشوف رسوله شا تقل لي قطاع أراضي تتوزع للإرهابيين أحمد عيونكم يا حقراء اشتركوا في القناة